هذا تمام الكلام أعزائي في هذا العنوان الذي وقفنا عنده وهو هل مرأة خلقت لأجل الرجل الجواب لابد أن تفسروا لنا ما معنى لأجل فإن كان المراد لأجل يعني بمعنى التابعية الجواب ماذا؟ كلا وألف كلا وألف كلا منا أما إذا كان لأجل بمعنى الافتقار والحاجة التكوينية ونظام التكوين وأن هذا لا يكمل إلا بهذه وأن هذه لا تكمل إلا بهذا فلا إشكال ماذا؟ لأن هذا هو نظام الخلق هذا هو النظام الذي خلق الإنسان عليه وجعله زوجين ولكن جعل الزوجين بنحو يميل أحدهما إلى الآخر ماذا؟ فطرتان واضح صار أعزائي إذن جوابنا على هذا السؤال هل المرأة خلقت لأجل الرجل؟ لابد أن تفسروا لنا ما معنى شنو؟ الأجل لأجل لأذمه وفي بعض رواياتهم ورد أنه المرأة خلقت ماذا؟ لأجل الرجل ما معنى لأجل؟ هؤلاء بالمنطق الذكوري فهموا من أجل يعني شنو؟ يعني التابعية يعني ماذا؟ يعني الأفضلية يعني ماذا؟ يعني الأشرفية الوجودية لأن نسلم بصدد البحث القانوني والفقه عزائي دعنا نتكلم في البعد الوجودي في البعد التكويني فالرجل وللرجال عليهن درجة يا درجة يا درجة فسوها الدرجة التكوينية وسيئت يا درجة هذه درجة التكوين هذا البعد التكوين يعني في ماذا؟ يعني عضلاته وأقوى يقول لا عقله ماذا؟ أكمل وقيمة الإنسان بماذا؟ ها؟ هذا ما أصل موضوعي اللي أصل يوناني صرف مولانا سيأتي إن شاء الله بعد ذلك لم يقل أحد أن كل إنسانية الإنسان وكمال الإنسان فقط ماذا؟ بعقله نعم من المنطق اليوناني جاءنا هذا والفلسفة اليونانية ولكن هما افترضوا هذا أصل شنو؟ موضوعي ولهذا وحيث أرنى الرجل أقوى عقلا إذن هو أشرف وجودا أكمل وجودا هذا تمام الكلام يا عزائي في هذه المساعدة